بالنسبة لحسم معركة ماريو بول هناك من يتحدث بأنه ستمنح الرئيس بوتن نصراً نادراً بعد سلسلة الانتكاسات فيما يخص يعني الانسحاب من كييف ومحيط كييف هل بالفعل اليوم الرئيس بوتن يعيش نشوة النصر؟ بوتن لا يعيش أفضل أيامه يعني اللي عنده علم عسكري يعني أفسط شيء في العلم العسكري يعلم أنه معركة ماريو بول ليس نهاية المطاف في هذا الأمر خصوصاً أنه القوات الروسية حجم الخسائر التي تكبدتها والنتيجة العامة لهذه الحرب هي ليست في صالح روسيا روسيا لو تقرأ تاريخها ترى أنه عندما تدخل هكذا حروب تنتهي نهاية يعني مشينة إلها مثل ما حدث أثناء الغزو السوفيتي إلى أفغانستان نعم هناك كان هناك بعض الانتصارات لكن بدأ نتيجة خسرة الحرب إذن ماذا تعنون اليوم سيطرت روسيا على ماريو بكلمات لو سمعت سيد شمري؟ يعني معركة ماريو بول ليس نهاية الحرب ليست نهاية الحرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة